أبدأ معك بلال مباشرة ومباراة أمس مباراة الأهلي وأنجا أفريكنز حاولك رأيي قبل برضو ما أسمع رأيك لأنه مهم جدا أنا بشوف أن هناك تركيز على السلبيات أكتر بكتير من الإيجابيات على الرغم من أن هناك إيجابيات وعلى الرغم أن هناك سلبيات السلبيات مثلا تتمثل أن أنت لما تروح للجون 4 أو 5 مرات وتضيع على 4 أو 5 أهدافهم عندك مشكلة لكن أن أنت تروح للجون 4 أو 5 مرات في مباراة زي دي جيد أقل منك طبعا أه ولكن جيد أعتقد أن ده برضو شيء إيجابي مصحي الفكرة كلها أن الناس دايما تقارن الأهلي بالأهلي قبل كده بالأهلي طبعا بالأهلي قبل كده مش حاجة تاني الأهلي قبل كده اللي هو السناني بيقارنوه بالسنة اللي فاتت ما بيش فرقة في العالم هتاخد كل البطولات كل سنة في العالم يعني دي لو حصلت خلاص مش ربق فيه منافسة مش ربق فيه كورة مش ربق فيه متعة بتاعت الكورة اللي احنا عرفها فما ينفعش الأهلي السنة دي يقعد بطول أفريقيا والدوري والكاس والسوبر 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 المصري ويجي السنة اللي بعد يقعد نفس البطولات ويجي السنة اللي بعد يقعد نفس البطولات طبيعي جدا في العالم كله ما فيش فرقة بتعمل كده في العالم كله تشتغل تقعد أفريقيا ممكن تخسر دوري تقعد دوري ممكن تخسر كاس دي طبيعة كورة القدم في العالم فالناس النهاردة بتفكر في ايه طبعا واحنا كلنا عايزين لكن هل هو ده المنطق مش هو ده المنطق لكن انت عايز انت عايز انت بتبقى زعلان بتبقى زعلان تبقى عايز الاهلي يخش افريقي يكسب كل الماتش هيت تمام تب لو خسر ماتش يبقى لالي وحش تمام لالي وحش والدنيا وحش اه يعني لالي يخش يلعب بطولة الدور العام عايزوا يكسب الاربعة وثنتين مباراة او يتعادل بس او اتنين ويتعادل ماتشين وبكده لالي زال فول تب لو اتغلب ماتش تب لو اتعصر مرتين تلاتة لا يبقى لالاهلي مش احصل حاجة الارقام بتقول انك انت في الدور العام اه تعادلت ماتشين صح لكن انت قدبك ماتش مؤجل لو كسبت تبقى الاول صح ده معنا ان انت ماشي بشكل كويس هل في تعصرات اه طبيعي يحصل تعصرات طبيعي جدا ان يحصل تعصرات الفرقة زيها يعني حجم كبير لما تيجي تقيس الحجم المصغر منه اللعيب هل في اللعيب بيفضل طول السنة ماشي كويس لقى طبع وكذلك التيم بالكامل مفيش تيم في الكامل بيفضل ماشي طول السنوات كويس انت وصلت اخر خمس سنين تقريب اخر اربع سنين تلاتة افريقيا انهائي اه اربع افريقيا كسبت انهم تلاتة صح صحيح ده انجاز واعجاز وده تيم في وقت من الاوات هتحتاج ان انت تعدل وتغير فيه وده امر الطبيعي يخد بالك يعني الناس بناس سأل طب اصل مجدي افش طب مش عارف المتفل طب مين هلعب نحط طب فين الرس الحربة طب فين السنتر باك طب ما طبيعي جدا هحصل وانت ماشي احلال وتجديد طبيعي جدا فيش فرقة تاخد اربع تلاتة كل حاجة تلاتة بطولات وربعة تمام وتوصل يعني منهم اربعة الهائي تاخد تلاتة اه بكلمة فرقة دي الاصعب والاقوى بالنسبة لك وبعدين انت عايز يوضل خمس والسادس والسبعة وعربعة تم الجيل ده وضع طبيعي هيبقى فيه ناس كبرت وضع طبيعي فيه ناس خرجت وضع طبيعي هيبقى فيه ناس مش موجودة معاك مستوى فده الوضع الطبيعي فالنهاردة الناس بس وحنا كمان بيبقى امنياتنا للاهائي دايما يبقى كويس طول الوقت لكن خلينا اتكلم عن مباراة تاعة امبارح الاهل امبارح عنده اجابات كتير جدا انت روحت للجون امبارح ثلاثة اربع مرات باهدف حقيقية تمام لكن السلبية اللي انا شايفة من وجهة نظري الشخصية ان الاهل مجيش في جون في ديئة تسعين دي السلبية اللي انا شايفة من وجهة نظري الشخصية تمام انك انت روحت فانك انت تروح وتضيع دي حاجة انا بعتبقى انك انت تروح أسطن برا ملعبك وجيلك ثلاثة اربع فرص فدي حاجة ايجابية اللي اجابية الاكتر انك سجل هدف لكن السلبية من وجهة نظري ان النادي الاهلي لما يسجل هدف ويوصل للدقية الاخيرة السلبية ان ما يجيش في جون اللي يجي في جون اس معلش والمباراة تنتهي بنتيجة واحد واحد دي السلبية من وجهة نظري في ماتش مبارح ابتديت الماتش مش افضل حاجة لكن مع الوقت يعني مديها خمسة وتلاتين الشوط للأول انت بتديت الرتم يعلى بتديت لأداء يتحسن بتديت تروح على الجول بتديك انت تسيطر على المباراة بشكل كويس بتديت تقفل بشكل كويس رحت بتلات اربع فرص محققين سجلت هدف وقبلها كممكن تسجل هدفين تانيين تمام فبالتالي انت تساعدت المباراة بشكل كبير جدا وكنت الأفضل طول الفتر طول الخمسة وخمسين ديئة دي تحديدا يعني وطبيعي جدا انت بتلاعب فرقة أفريقية على ملعبها انه ياخد منك الجيم في الأول ده توضع طبيعي بلعب وسط جمهوره ومغنوب الماتش اللي قبليه برة وبتلعب في أجواء مش الأجواء بتاعتك فطبيعي جدا عشان تخش الماتش هتاخد وقت وبتحصل مع كل فرقة العالم انك انت يعني في حاجة اللي هي الأول تلت ساعة والخمسة وشرين ديئة الفرقة اللي قدامك بتلعب بالحماس أكتر منه من المهارات واللعب والتاكتكس وكل حاجة فبيبقى متغلب عليك غصبة عنك بالحماس بتاعه وقوة العزيمة والإرادة والجمهور وكل حاجة